طب هو انا مبسوط جدا في القاعدة دي بس في نفس الوقت عاوز افرقكم التي شرت اهو اهو بريكينج باد اهو وده كده اهو لو تاخدوا بالكم جيسي انا كده صباعي خرج من بق جيسي دخل في بق اولت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنراجعه النهاردة هو الكامينو بريكينج باد موفي انا عارف ان دي مش من الدخلات المعتادة بتاعتنا في حلقات المراجعات بس مش عارف انتوا عارفين ولا لا انا كان بقالي اسبوع مسافر ومن ساعة مرجعت بقى عندي حلقات كتيرة قوي متأخرة وفي مقدمتها طبعا فيلم الكامينو بقالي كتير عاوز ابتدي اكتب السكريبت ومتأخر فقلت احنا نخش في الموضوع على طول الحلقة دي غالبا هيكون فيها بعض الحرق الاحداث مسلسل بريكينج باد ده مش مقصود ومش متعمد وحتى الان مش عارف اذا كان هيحصل ولا لا لان اصلا الحلقة دي ملهاش سكريبت بس في نفس الوقت انا هستغرب جدا لو تكلمنا في الحلقة كلها من غير ما نحرق شوية من احداث مسلسل بريكينج باد لان احنا بنستكمل الاحداث بتاعته وعموما انا ما ظنش ان في حد ما شفش المسلسل مهتم يشوف الفيلم او ان لو في حد مهتم يشوف الفيلم والحد دلوقتي ما شفش المسلسل بصراحة يبقى الحق عليه هو احداث فيلم الكامينو بتبدأ بعد لحظات من انتهاء احداث مسلسل بريكينج باد جيسي بينكمان اللي بقاله شهور محتجز عند العصابة الحقيرة اللي بيتزعمها جاك وتحت اشراف طض الحقير برضو اخيرا بعد نهاية احداث بريكينج باد بينجح في الهروب وبعد ما كان مش على رادار الشرطة على الاطلاق فجأة اصبح اكتر شخص مطلوب في قلب كيركي لانه على ما يبدو الخيط الوحيد المعروف اللي فاضل للشرطة واللي ممكن يمكنهم من القضاء على دائرة تصنيع وتجارة الكريستال مات جيسي دلوقتي بيحاول يهرب من الشرطة اللي بتحاول تقبض عليه ومن الاشباح اللي لسه بتطارده من فترة احتجازه فيا ترى ايه اللي هيحصل يمكن موضوع الاشباح اللي لسه بتطارد جيسي ده هو العيب الابرز بالنسبة لي في فيلم الكامينو بقول العيب الابرز مش العيب الاوحد لان الحقيقة الفيلم فعلا فيه عيوب كتير واغلب النقاط اللي بينتقط بسببها فيها قدر كبير من الوجاهة بس زي ما بقول دايما انا ما عنديش مشكلة مع الافلام اللي فيها قدر من المشاكل طالما بتكافئ ده على الجانب الاخر بقدر من المكافئات للمشاهد بس يمكن مش حقدر اسامح الفيلم اقوي في نقطة الاشباح اللي بتطارد جيسي دي لان في بداية الفيلم تم تقدمها زي ما تكون خيط مهم جدا وحيكمل معانا للنهاية وللامانة ده موضوع قلقني شوية من الفيلم كان فيه مشاهد كتير اقوي مخصصة للخيالات اللي اللي لسه بتيجي في مخه للأفكار اللي لسه بتطارده وللفلاشباكس اللي بتبين قد ايه فترة احتجازه كانت قصية جدا وغير ادمية وقد ايه خلالها هو كان فعلا انسان مقصور وللامانة انا ما كنتش عاوز اتفرج على الفيلم ده انا ما كنتش عاوز اتفرج على فيلم كامل لجيسي في حالة صراع نفسي انا كنت عاوز اتفرج على فيلم فيه قدر من المغامرة قدر من العاب الذكاء قدر من السيناريوهات المجنونة الواقعية اللي تعودنا عليها في مسلسل بريكينج باد وهو فعلا سريعا جدا انتقل لده ولكنه في البداية ادى مقدمات كتير لخطوط كتير على المستوى النفسي ما تمش استثمارها بالشكل اللائق بل يمكن قرب النهاية لما حاول يشير مرة اخرى للمعاناة النفسية ولصعوبات فترة الاحتجاز طريقة التقديم كانت اشبه ما تكون بالكوميدية والصراحة كمان عشان نبدأ فصول الاثارة في رحلة هروب جيسي ممكن نكون انطلقنا من نقطة مش قوية اوي النقطة دي كانت عبارة عن فلاشباك بيقدم لنا شيء المفروض ان جيسي لازم يوصل له عشان ينجح في رحلة الهروب بتاعته ودي بان زي ما تكون مقحمة ومطبوخة وملأمة اكتر من اللازم بس للامانة بعد كده انا استمتعت بكل فصول الفيلم اللي ما كانش فيها اي حاجة اقدر اقول انها غير مقنعة او غريبة او تقل كتير اوي في الجودة عن متوسط احداث مسلسل بريكينج باد او فصل ممكن يكون غير مفيد للقصة بتاعتنا واعتقد ان ده الشق الاهم للاجابة عن السؤال الاهم اللي خطر في بالنا جميعا من ساعة ما سمعنا عن ان الفيلم ده بيتعمل هل الفيلم ده فعلا له لازمة ولا مجرد محاولة من نتفلكس انها تحلب نجاح بريكينج باد هل الفيلم له لازمة هل الفيلم له غرض وايه هو الغرض ده الفيلم بالفعل له لازمة وله غرض والغرض بتاعه هو تقديم امتداد لرحلة الشخصية بتاعت جيسي بينكمان انا على سبيل المثال كنت من الناس اللي متضايقة من تفاصيل نهاية رحلة شخصية جيسي بينكمان في مسلسل بريكينج باد وعبرت عن ده في حلقات المراجعات لما قلت اني شايف ان جيسي نال عقاب اكبر بكتير من اللي كان يستحقه لانه اغلب الاحداث كان فيه موقع ضحية الفيلم ده ممكن يكون بيقدم عدالة لاحداث المسلسل لانه بيبين لنا ان رغم ان جيسي فعلا في اوقات كتير كان ضحية ولكنه برضو في اوقات كتير كان جاني الفيلم بيؤكد ان كان فيه قرارات كتيرة جدا في ايد جيسي ممكن من خلالها يعكس بيها مصيره بالكامل ومصير ناس كتير من اللي كانوا بيحبوه ومن اللي كان بيحبهم كمان ادوات الفيلم في تقديم الحجة الجديدة دي كانت بتندرج ما بين صعيدين الصعيد الاول هو الشاعرية الحوارية والمواقف المصممة باتقان كبير جدا لتبيين النقطة دي بالزبط في تفاصيل شخصية جيسي التأكيد المستمر على ان رحلة اي شخص في الدنيا مستحيل تخلو تماما من بعض النقاط اللي القرار فيها كان راجع لي والصعيد التاني كان الفلاشباكس صعيد الحنين اللي بيتقدم مخصوص للناس المرتبطة باحداث مسلسل ونقطة الفلاشباكس دي ممكن تكون اكتر نقطة مطيرة للحوار والجدل ما بين اللي انا قريته عن الفيلم في رأيي الشخصي كل الفلاشباكس كانت موفقة وما فيش ولا واحد فيهم كان مقحم وكلهم كانوا بيخدموا غرضين الغرض الاول هو دعم الحجة الجديدة اللي الفيلم بيقدمها والغرض التاني هو التدرك في الدعم ده احنا ما بنبتديش مباشرة باكتر شخص احنا فاكرين ان هو ظلم جيسي بينكمان احنا ابتدينا مع اكتر شخص متعاطف معاه وبعدين خدنا الحجة تدريجيا لغاية لما فجأة الفيلم اقنعنا او قدر ان هو يخلينا نغير رأينا مش كل الناس ظلمت جيسي مش كل الناس كانت اصدى ان هي تورطه لمصلحتها الشخصية بالاضافة كمان مرة زي ما قولنا لعامل الحنين لعامل التذكير بان احنا موجودين جوه العالم الرائع ده مشكلة الفلاشباكس الوحيدة ممكن تكون في العوامل التقنية ودي في الاخر نقطة انتجية بحتة هل فيلم زي ده كان عنده القدرات ان هو يستثمر في تكنولوجيا عشان يقرب الشخصيات للشكل اللي سبناهم عليه ولا نخلينا في الدراما ومع لش انت هتشتريها واحدة واحدة وخلاص ممكن يكون الموضوع كان صادم شوية في بعض الشخصيات وبالتأكيد تعد مع التغير الكبير اللي طرق في شكله بس في النهاية انا بلعتها او اشترتها او ممكن اكون كمان احترمت رغبة الفيلم في انه ما يعقدش الدنيا اكتر من اللازم والمهم بالنسبة لنا كان قدي ايه درجة التناسق والتماسك في شخصية جيسي نفسها وللامانة هي كانت رائعة جدا وده الشيء الاساسي اللي انا حابب اثني عليه في اداء ارون بول ان فعلا شخصية جيسي تجسدت بالكامل في قدراته الشخصية هو بحيث ان اصبح من المستحيل فصلهم عن بعض وحتى نقطة الحجة الجديدة هو بيقدمها بشكل سلس لا يتعارض مع اللي كان بيقدمه اثناء المسلسل زي ما تكون التجربة القصية اللي هو تعرض لها ساعدته في انه يفهم قد ايه هو اذنب في حق نفسه يمكن برضو على الصعيد التقني المشكلة الوحيدة كانت في صوته بس ده برضو مشهدين تلاتة وعدة بعيدا عن ده بقى وبعد ما عدينا نقطة الانطلاق اللي زي ما قلت ممكن ما تكونش اقوى حاجة في الدنيا بقى عندنا سيناريو جديد بقصة جديدة بقى احداث جديدة هربة جدا من اجواء بريكينج باد بما لا يتعارض مع فكرة ان احنا في الاول كنا في مسلسل ودلوقتي بقينا في فيلم المساحة مش هي هي الادوات مش هي هي يمكن اللي عارف فينس جيلجن وشغله بشكل كافي في المسلسل حاسس ان ده راجل كان متعود يشتغل في فيلا واسعة ودلوقتي بقى محتاج يقدم نفس الشغل ولكن فقصا سير واعتقد ان نسبة النجاح بتاعته كانت مرتفعة جدا لسه برضو عندنا نقطة الانطلاق بتاعت السيناريوهات اللي ممكن ما نكونش فاهمين ابعادها بالكامل وبعدين بالتدريج بتاخدنا لغاية نقطة الظروة اللي بنفهم فيها علاقة اللي تشاف ده كله بالاحداث اللي احنا كنا مهتمين بيها وبشكل مثير جدا للاعجاب الكامينو ابريكينج باد موفي عجبني جدا ومختلف تماما مع القراء اللي عايزة تقول عليه اي حاجة تانية غير انه يكون فيلم سينما وبكل تأكيد ممكن ما يكونش فيلم السينما ممكن يكون فيلم تلفزيوني ممكن يكون حدث تلفزيوني لكن في النهاية لو تسألني هل انت بحب تطلق عليه اسم فيلم فبكل تأكيد اه والحقيقة انا مش عارف ليه الناس مؤخرا بقت شغلة نفسها قوي بتعريف ما هو السينما وما هو ليس سينما بس بالنسبة للفيلم ده بالتحديد فيه ايه يا جماعة اول مرة في حياتنا نشوف جزء تاني اول مرة نشوف سيكل اول مرة نشوف يونيفرس اول مرة نشوف فيلم ما كانش مخطط ليه من البداية بس الحاجة دعت لانه يتعمل خصوصا لما يكون فيه حاجة فعلا لما يكون فيه لازمة فعلا لما يكون فيه غرض فعلا لما يكون المنتج الاصلي موجود عند صانع اعمال درامية الجزء الاهم في تاريخه تلفزيوني هل ده ينفي عنه صفة القادر على تقديم عمل خلينا نقول عليه السينمائي متميز انا شفت عمل معتمد بشكل كبير على عمل اصلي ولكنه قائم بذاته ملأ احداثه بشكل مقنع جدا قدم حجة جديدة قدم امتداد للكاركتر ارك انا شخصيا مبسوط جدا تقييمي لفيلم ال كامينو هو 8 من 10 والنقطتين اللي نقصه بسبب الانطلاق الجديد للاحداث اللي زي ما قلت ما كانش قوي قوي بالاضافة للتخلي سريعا عن الخط النفسي اللي انا شخصيا ما كنتش حبه ولكن طالما قدمته كان لازم تخدمه افضل من كده منقشة الحلقة ايه هو المسلسل اللي احداثه منتهية بالكامل ومع ذلك تحبوا تشوفوا امتداد جديد ليه في شكل فيلم ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس ياريت تعملوا شيروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تكلموا الحلقات اول بول وتابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو بودج وباز وبي باي اشتركوا في القناة